من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر جملة كانت كفيلة بقلب مجلس النواب الأمريكي على النائبة الأمريكية الفلسطينية رشيدة طليب لاتهامها بمعادات السامية بعد إطلاقها مواقف داعمة للفلسطينيين وانتقادها لإسرائيل فطليب تواجه لوماً وتوبيخاً من الكونغرس الأمريكي للمرة الثانية خلال أسبوعين بديمقراطيه وجمهوريه الذين صوتوا لإدانتها بسبب انتقادها لإسرائيل في حربها على غزة قرار الكونغرس جاء عقب خطاب القطف طليب أمام زملائها رافعة الصوت ومرتدية الكفية الفلسطينية واستغربت أن يعتبر انتقاد حكومة إسرائيل معاداتاً للسامية وأكدت أن هذا يشكل سابقة خطيرة للغاية وقد تم استخدامها لإسكات الأصوات المنوعة التي تتحدث عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأمة تلايب التي رفعت صورة جدتها أثناء إلقائها الخطاب تؤكد تمسكها بجذورها وأصولها الفلسطينية فهي مولودة في رمالة في الضفة الغربية وتنتمي لعائلة فلسطينية مهاجرة من الطبقة العاملة عملت في ولاية ديترويد الأمريكية وقد حملت في مسيرتها المهنية قضايا المهاجرين ودافعت عنها كونها محامية حائزة على الدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغين عام 2004 عام 2018 فازت عن مقعدها الديمقراطي في مجلس النواب لتكون ثاني امرأة مسلمة تصل إلى هذا المركز وأول امرأة فلسطينية في الكونغرس وأثناء تأديتها القسم الدستوري استشهدت بآيات من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية علما أنها كانت المرأة المسلمة الأولى التي تشغل منصبا في مجلس ميشيغين التشريعي عرفت طلايب أيضا لمجاهرتها في انتقاد سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أول يوم لها في الكونغرس عام 2019 كذلك عرفت لانتقادها الدائم والشديد للحكومة الإسرائيلية ودعت مرارا واشنطن لإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل كما دعمت حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها